اشتركوا في القناة 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 مصلحة الأشخاص أو حياة الأشخاص أو المعارف أكثر ما بانظر لمصلحتي أو لحياتي بانظر لحاجياتهم أو رغباتهم أكثر ما بانظر لرغباتي اثنين هاي قناتكم مش قناتي وضعي المادي يعني بكل صراحة سيء جدا يعني يكفي هذه الفترة الماضية هي كلفت مبالغ طائلة جدا يعني ما كنت أنا بحملها لولا إنه في أشخاص يعني ساندوني في هذه الفترة فعشان هيك يعني كل واحد عارف حمله وعارف حاله يعني وعارف وضعه فعشان هيك بتكوا تعذروني بتكوا تتحملوا معي الفترة هاي ما بقصر معاكم حتى باستشاراتكم بأجوبتكم بالوقت اللي أنا بشوف حالي عندي قدرة ما رح أقصر مع أي أحد فيكو لأنه برضو في أشخاص اللي سألوا أو اطمأنوا هدولهم الحقيقي بكل الاهتمام مني بأي وقت ما بدي أطول عليكم بالكلام على أساس أنه إحنا ما نضيع الوقت وخلينا نروح على توقعاتنا وكل يوم نعمل هيكي مقدم صغيري بتمنى أنه الكل يسمعها واللي سمعها وشاف أحد الأشخاص علق بتعليقه هو عنده الجواب ياريته يرد عليه يعني يكتبله لأنه أنا مش كل الوقت أنا موجود على التوقعات أو موجود على أراء انتقادات ملاحظات عشان نحكيها إحنا برضو عشان يا نحط مبرر إلها يا نعالجها عشان إذا شفتوا حد سأل سؤال وأنتو بتعرفوا الجواب كتبوله ما تخجلوا من الموضوع وبرضو في نفس اللحظة بكون شاكر لكم لأنه هاي قناتكم في البداية وفي النهاية مش قناتي يعني أنا مجرد شخص مؤدي فيكو هاي القناة بتكبر بدونكو القناة هاي ولا إشي فعشان هيكي أنتو الأساس مش أنا الأساس في هذا الموضوع قلينا الروح على توقعاتنا اليوم توقعاتنا طبعا اليوم لا يوم الخميس 22 عشرة اليوم في عنا حدث مهم جدا وهو انتقال الشمس اللي رح تنتقل من الميزان للعقرب رح نذكرها طبعا القمر موجود في منزلة البلدة ورح بيستمر في هاي المنزلة هي للثبات والربح والسلامة ورح ينكث فيها حتى تمام الساعة 3 و 54 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها إلى منزلة سعد الذابح وهي للعلاج والفراق والخلاص والحرية برضو القمر رح يستقر بشكل كامل في برج الجدي اليوم رح يشكل زوايا قوية جدا وهي رح تكون الزاوية هاي مع الزهرة رح تحطي حضوض عالي جدا بالفترة هاي يعني بيأثر القمر على الجميع بوجوده بالجدي ومنعود لطبيعتنا الجادة منحاول إنجاز عمل متراكم نجد إنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر روح التشاؤم على البعض منه علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفي أثرية والبدء بحمية وشراء بوليس التأمين طبعا بالنسبة للقمر رح يشكل زوايا كثير اليوم طبعا أول زاوية رح تكون هي زاوية تربيع سلفية بين القمر والمريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة يعني ثلاثة وربع بتوقيت جرينيتش بعد الظهر أو عند العصر تقريبا بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمن يكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من الجديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب طبعا تأثيرات الزوايا بتأثر على الجميع على جميع الأبراج عشان هيك هي مهمة إن كنت تسمعوها أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس إيجابية راح تكون بين القمر ونبتون برضو هاي راح تكون في تمام ساعة ثلاثة واثنين وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيتش اللي هي بعد العصر تقريبا وهاي بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليفا وأكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران إيجابية راح تكون بين القمر والمشتري وهاي راح تكون في تمام الساعة خمسة وثلاثة واربعين دقيقة مساء وهنا منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني برضو بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران إيجابية راح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام الساعة تقريبا عشرة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج وهاي برضو راح تعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للحدث اللي راح يصير وهو تقريبا راح يصير الساعة يعني 11 نقدر نقول بتوقيت جرينيج قبل منتصف الليل بتوقيت جرينيج بتوقيت الوردن بتزيد ساعتين يعني وحدة بعد منتصف الليل طبعا مش الليلة هاي اللي هي اللي احنا منبث فيها الحلقة اللي هي يوم 22 اللي هي ليلة 23 طبعا هنا الشمس راح تنتقل من الميزان اللي هي موجودة فيه لبرج العقرب اللي أرهق بالفترة الماضي بشكل كبير فمنقول لما وليد برج العقرب كل عام وانتم بكل الخير ورح يمكث فيها الشمس راح تنكث في العقرب لغاية يوم 21-11 طبعا لساعات المساء بيستفيد بهذا الانتقال أكثر الأشخاص اللي هم موليد الأبراج المائية والأبراج الترابية يعني زي السرطان العقرب الحوت والترابية زي الثور وهم أقل الموليد هم الثور راح يكون والعذراء والجدي على موليد برج القوس لأنه بما أنه الانتقال راح يصير للعقرب يعني بيت متاعب القوس الانتباه أكثر لصحتهم ومعهم أيضا موليد برج الجوزاء وموليد برج الثور ببعض الأوقات خلال الأسبوع الأربع المقبلة بتأثر جميع موليد الأبراج من وجود الشمس في العقرب بمجالات متغايرة يعني كل برج على حسب البيت اللي راح يكون الشمس موجود فيها فعشان هيك في بعض الفلكين راح يقول لك لا هي أجت الشمس في مكان هبوطها فتأثيرها زي الزهرة مثلا في هبوطها فتأثيرها بالتغي أو بتصير منتحسي لا هذا كوكب هو تتفاوت نسبة حضوضه واللي هاي إحنا كل يوم نذكرها في آخرها اللي هي نسبة الحضوض للكواكب قديش بتكون بالمئة إذا شكل زوايا إيجابية بتزيد النسبة زوايا سلبية بتقل النسبة ففي بيت هبوطه مش معنى هذا أنها بتلتغي وفي بيت سعده مش معنى هذا أنها بتزيد طاقته يعني منها بتصير واو كثير فهمتوا علي يعني هي مثلا نقول إحنا نسبة الحض هي 100% لما بتخذ على هبوطه بصير 50% ولكن إذا شكل زاوية إيجابية بطلع على 75% وممكن يصل في بعض الأوقات لمية في المية إذا شكل زاوية سلبية بنزل لصفر وممكن لقيمة سلبية فعشان هيك إن كان نحكى في هبوطه في وباله في بيت شرفه هذا مش هالإشي الكبير بالنسبة للإنسان العادي إنه مثلا يخاف من هذا الموضوع أو يركز على هذا الموضوع هذا إلو حسابات بالمئة فممكن يكون هو في وباله أو يكون في هبوطه ولكن بشكل زاوية إيجابية قوية مع كواكب فهذا رح يعطيه نسبة عالية من الحضوض ممكن تصلى 100% فكيف أنا بدي ألغي هاي الحضوض لأجل إنه هو في وباله فعشان هيك هاي النقطة اختلفوا عليها علماء الفلك القدامى وأنا من الناس اللي مع الاختلاف هذا إنه وجود الكوكب في مكانه حتى لو في هبوطه في يوم ممكن يشكل زاوية إيجابية قوية أو في يوم ممكن يشكل زاوية سلبية حتى لو كان في سعده أو في شرفه أو في بيته يعني ممكن برضو يقعد في بيته زي مثلا زحل هايوا في بيته أعطنوا حسي كاملة لكل موليد برج الجدي فمش شرط هذا المبدأ طبعا بالنسبة للحمل بينهمكوا في عادة تنظيم أمورهم المالية المشتركة الثور بيرغبوا في تعزيز شراكاتهم ولكن طاقتهم بتكون ضعيفة عشان هيك بدهم ينتبهوا لصحتهم من وقت لآخر الجوزاء بيتراكم العمل عندهم وبرضو بدهم ينتبهوا للصحة لأنه هذا بيتهم السادس السرطان بيجتازوا فترة إيجابية عاطفية ومالية ونسبة الحضوظ بتصير عالية جدا عندهم الأسد بينشغلوا في تنظيم أمورهم البيتية والعائلية والعقارية العذراء بينشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وبيعززوا العلاقة مع الإخوة والجيران طبعا السفر هنا اللي هو السفر القصير أو تنقلات ما بين المدن أو سفرية بتكون طرارية بسافر للمكان وبرجع أما بالنسبة للميزان بينشطوا في ضبط ميزانيتهم العقارب بيبدأوا فترة أفضل من سابقتها بتعيدلهم نشاطهم المفقود ولكن بشكل متصاعد يعني ما يجي مثلا موليد بداية شهر 11 يقول لك أنت قلت أن الشمس انتقلت إحنا ما استفدناش هنا هاي النقطة اللي لازم أنتوا تفهموها أنه كل يوم بوصل فيها عيد ميلاد شخص من موليد برج العقرب هي بداية سنته فعشان هيك هم أول ناس بداية مثلا العشرية الأولى هدولة أول ناس رح يحسوا بالشمس هاي ممكن يجي مثلا مثلا الانتقال هذا أجدت العشرية مثلا اليوم عيد ميلاد فلان من موليد برج العقرب ولكن القمر مثلا موجود في الميزان يعني ببيت متاعبه طبيعة الحال هذا الإشي رح يأثر عليه سلبي ولحد دي ما يوصل القمر برضو في مكان مناسب لإله بيمنحه الطاقة الكاملة فبتبلش بداية سنته من هذا اليوم أما بالنسبة للقوس بيجتازوا فترة غير مريحة صحيا ونفسيا وهي كل سنة بنفس الوقت هذا بشعروا بهذا الشيء طبعا السبب أنه الآن الشمس موجود في بيت المتاعب الجدي بينشطوا اجتماعيا بالفترة هاي بشكل كبير الدلو بتركز اهتمامهم على الدفع بمصالحهم الاجتماعية أكثر حتى على مستوى العمل الحوت بينشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والأمور الدراسة الجامعية أو الأكاديميات التعليمية ومنهم ممكن يتابع قضية قضائية طبعا بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجدي فخلو المسار القادم رح يكون يوم 23 عشرة بيبدأ في تمام الساعة 34 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 12 و16 دقيقة بعد الظهر لا ينتقل لبرج الدلو بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار المربع 6 أيام في تمام الساعة 9 و48 دقيقة صباحا بيصبح 7 أيام نسبة الإضاءة 35% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان ورح تنتقل للعقرب زي ما ذكرنا لغاية 21-11 المزاج سعيد بطبيعته يعني لا هو منتحس ولا هو سعيد ولكن نقدر نقول أنه سعيد بنسبة صفر القمر في الجدي حتى يوم 23-10 مزاجه سعيد بنسبة 50% عطارد في العقرب ومن ثم رح ينتقل للميزان تراجعا بسبب تراجعه لغاية يوم 3-11 منتحس بنسبة 40% الزهرة في العذراء حتى يوم 28-10 المزاج سعيد بنسبة 45% المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم 13-11 مزاجه منتحس بنسبة 60% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 منتحس بنسبة 10% طبعا مش لغاية 19-12 منتحس هو الفترة هاي لأنه بشكل زوايا تربيع شوي سلبية زحل في الجدي حتى يوم 17-12 مزاجه سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 مزاجه منتحس بلوته نبتون في الحمل بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج طبعا أورانوس مش منتحس بنسبة عالية منقدر نصنفه ممتزج بلوته في الجدي مزاجه سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ما بينفعك العناد والتحدي إن اشتدت الضغوط عليك حاول إنك تبرر عملك ويظهر مهارتك ممكن تكون الظروف معقدة وصعبة وإنت طباعك شوي صعبة وعصبة وأفكارك مشتتة العصبية ممكن تكون مسيطر عليك نتيجة الغضب أو الاضطراب طبعا أهم النقاط اللي إحنا بننبهك منها خلال هذا اليوم أول إشي إنه الشمس الآن زي ما حكينا هي رح تنتقل ولكن في آخر النهار فعشان هيك بتظل الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة هي اللي مؤثر عليك أكثر إشي أو الأفكار اللي إلها علاقة بمواضيع الشراكة مالية أو عاطفية هي اللي محور اهتمامك بالفترة هاي عطارد بيدعمك في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأمور المالية المشتركة أو القروض أو الديون أو ممكن الأفكار في هاي الأمور أو تفكر في بعض الاستثمارات أو التمويلات المالية شوي بدك تنتبه لعملك ممكن تعزز نقاط قوة إلها علاقة بالعمل ولكن ممكن تظهر بعض العقبات الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية حتى على المستوى الصحي المريخ شوي بيقولك دير بالك اليوم يعني حديتك وعصبيتك واضحة تماماً فما في داعي للتهور ولا المجازفات ولا المغامرات نهائياً رغم أنه عندك طاقة عالية جداً للتحرك وللإنجازات نبتن موجود في بيت المتاعب بيشكل بعض الزوايا نقدر نحن نعطيها هيك شوية إيجابية فعشان هيك منقولك أنه الحظ بيدعمك في بعض المسائل وبيعزز بعض نقاط القوة لإلك خلال هذا النهار فممكن تكون على صعيد عمل أو على صعيد صحة أورانوس شوي بيضغط على الوضع المالي بالمصاريف أو الدفعات حاول أنك أنت يعني ممكن تجيك بعض المفاجآت زي مكاسب مالية من عمل إضافي ولكن بالمقابل دك تحذر من بعض المصاريف اللي ممكن تجيك بشكل مفاجئ يعني هيك تأثير الكواكب بالكامل باقي البيوت اللي احنا ما ذكرناها هي روتينية على طبيعتك أنت بتتعامل فيها برج الثور طبعا اليوم قوة الحظوض أعلى لأنه اليوم القمر موجود في البيت التاسع لإلك وهو بيت اللي علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة اليوم تزداد رغبتكم وبتنشطوا في أمور السفر أو الاتصالات زي ما حكينا رغبتكم بتكون عالية جدا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما تجعل شيء يحبطك التطورات غنية بالفرص المناسبة ممكن تنحسر عواصف الأيام الأخيرة وترتفع المعنويات وتطمئن خواطرك بشكل نسبي خلال هذا اليوم فترى مناسبة لأمور إلها علاقة بالسفر لورشات العمل برضو اليوم في عندك أشياء مميزة رح تكون على مستوى يعني أشياء إلها علاقة بالعمل فممكن اليوم يعني الأجواء تدعمك شوي صحيح أنه بدها انتباه ممكن يتراكم عمل معين أو اتعاني من بعض الإطراب الصحي أو يكون فيه هيك يعني نوع من أنواع التوعكات انتبه لها ولكن إجمالا أعمالك بتقدر تنجزها والتعب الصحي هذا عبارة عن مرور كرام عطارد بحذر من بعض النقاط اللي إلها علاقة في الشراكة فعشان هيك شوي بدك تكون محتاط انتبه لطاقتك بشكل كبير احذر من الإصابات أثناء الحركة وبرضو امتلك شوي أعصابك هيك ما في داعي للإنفعالات أو للتوترات الزهرة اليوم تعطيك حضوظ عالي جدا وقوي جدا إلها علاقة إما بفرحة أو بمناسبة أو اهتمام بيعني شيء مميز جدا ممكن يظهر على الساحة إلك أو عائلي أو لأحد الأحبة ممكن بعضكم ينشط بأمور إلها علاقة بالترفيه أو بأمور عاطفية أو حتى تجميلية لأجواء بتدعمك بقوة واليوم رح يكون هذا الإشي بارز حتى الحضوظ عندك عالي جدا اللي حاب يمارس حضو بمسألة ما اليوم برضو بتدعمك هاي النقطة ولكن ما تبالغ كثير أما بالنسبة للمريخ يعني بيت متاعبك عشان هيك يسبب لك بعض الإضطرابات خلال هذا اليوم سوء تفاهم أو عصبية أو حدية أو قلق على صحة أحد الأحبة أو ممكن أنت شوي تشعر ببعض التوععكات ولكن سرعا ما بتتشافى منها بالنسبة لنبتن نبتن بيدعمك في مسائل إلها علاقة بالاتصالات باللقاءات بالحوارات بالزيارات أو بالدعوات يعني اجتماعيا قوي جدا خلال هذا اليوم وبرضو بيحمل لك فرص مناسبة على أساس أنك أنت تستغلها أو تستغل بعض العلاقات لتدعيم وضعك أما بالنسبة لأورانوس أورانوس بعزز نقاط قوة عندك اليوم على المستوى الشخصية وبعمل لك ظهور قوي لافت للانتباه فعشان هيك يحاول تستغلها وحاول أنك تدعم من وجهات نظرك وبرضو ممكن يخليك مرغوب من الجنس الآخر أكثر برج الجوزاء طبعا اليوم بتعيد وتنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب من شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية أهمش أنك ما تتشبث بمواقف متصلبة حاول أنك تكون مرن مبتسم ناقش بليوني ودبلوماسية اتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدأ يومك بروح رياضية الأجواء تقريبا يعني ما زالت بحاجة لفترة هيك على أساس أن الأجواء تصير لصالحك يومين تقريبا والأجواء بتصير داعمة إلك بقوة اليوم برضو الأمور اللي إلها علاقة بالشمس مش قوية بتعطيكش الحظوظ الكاملة يعني بتخلي في عندك نوع من أنواع العصبية أو سوء التفاهم مع الأحبة أو التزمت بالرأي أو حتى ممكن خلاف أو نقاش شوي يكون حاد ما بينك وبين أحد الوالدين أو ما بينك وبين الأحبة يعني زي الأبناء أو الحبيب نفسه ما في داعي للمجازفات أو المغامرات خلال هذا اليوم على المستوى العاطفي أما بالنسبة للبيت السادس فمنقول لك اليوم داك تنتبه شوي على صحتك من بعض التقلبات الصحية أو ممكن أنه تظهر بعض الأعمال المزعجة أو الرتيبة أو أنه يتوجه لك صفات الأمر تخليك شوي هيك تأخذ على خاطرك ودير بالك من الأخطاء والهفوات أثناء تاديت أعمالك بالنسبة للزهرة رح تركز على الأمور العائلية بشكل كبير اليوم يعني في عندك يعني حل من اثنين يا إما اليوم بتستفيد منه بتوطد العلاقة العاطفية العائلية بشكل قوي جدا وممكن تعمل مصالحات وتعالج الأخطاء القديمة أو أنك تدمر الدنيا كلها وتخلي مشاكل إلها أول ما إلها آخر صحيح أنه تدعمك الزهرة بحضوضها الموجودة على مستوى البيت فرحة احتفال مناسبة ولكن بالمقابل تقلب المزاج عندك هو اللي بيأثر عليك أكثر أما بالنسبة للمريخ فالمريخ برضو اليوم بشكل زوايا حادة إلها علاقة بالأصدقاء لا تسمع كلام الأصدقاء اليوم يعني مش كل واحد بنصحك بده مصلحتك في أشخاص ممكن تتلاعب بالكلام وتكون مش ناوية خير لإلك فبدك تكون حذر من هذه النقطة ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء ولكن زي ما حكينا بدك تكون حذر من بعض الأصدقاء أما بالنسبة لنبتون طبعا نبتون بعزز نقاط إلها علاقة بالعمل ولكن اليوم دير بالك من التأخر عن العمل أو مشاكل في مكان العمل أو سوء تفاهم ما في داعي للمجازفات والمغارمارات أو مخالفة القوانين أما بالنسبة لأورانوس فهو بيجيب مفاجآت على المستوى الصحي وبرضو بيجيب مفاجآت على مستوى إشياء إلها علاقة بالعمل فعشان هيك يمنلاحظ أن العمل انذكر مرتين فانتبه لعملك داوم في وقتك ما تتأخر وما تتغيب ويحذر من بعض الأخطاء وبرضو في ملاحظة أنه ممكن اليوم يصير فيه اهتمام إما لصحتك أو لصحة أحد الأحبة يعني ممكن يكون أحد الوالدين برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة اليوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن تكون شوي متوترة أهم إش أنك تركز بشكل جيد وما ترتجل الأجواء ضاغطة نسبيا والمسؤوليات كبيرة أهم إش أنك تهدئ من روعك وما تنفعل يعني بمعنى آخر طاقتك اليوم رح تكون فيها نوع من أنواع الضائل لأن القمر مقابلك تماما فعشان هيك يبدأك تكون حذر وراقب بعض التقلبات الصحية اللي ممكن تصير عندك طبعا بالنسبة لوجود الشمس في الرابع يعني لسه ما انتقلت للبيت الخامس لا ساعات المساء لا تنتقل فعشان هيك يبضل الأجواء فيها نوع من أنواع الاضطراب على المستوى العائلي أو مستوى البيت أو ظهور بعض الخلافات أو النقاشات أو الحوارات المنزلية اللي بدأك تكون حذر ما في داعي للإنفعال ولا للتهور في يعني بحديت الطباع عندك اضبط أعصابك قدر الإمكان ممكن اليوم تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بأحد الوالدين أما بالنسبة لعطارد فهو بيضغط على المسائل العاطفية بشكل كبير خلال هذا اليوم ممكن يسبب لك سوء تفاهم أو خلاف أو نقاش أو حوار حاد ما بينك وبين الحبيب فعشان هيك يحاول أنك تركز بشكل جيد ما تتزمت برأيك حاول حتى لو صار في أي نقاش اضبط عصابك ما في داعي أنك تتزمت برأيك أكثر عشان ما تصل الخلاف لحجم أكبر الزهرة بتدعمك اليوم على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات بشكل كبير ممكن تتلقى اتصال يكون فيه معلومات إيجابية أو خبر صار لإلك ممكن يكون تعامل مع أخ أو جار أو تنقلات من مدينة لمدينة أو حتى حوارات أنت اليوم راح تكون مبدع فيها يعني بمعنى آخر الطاقة إيجابية عالية وسرعة البديهة عندك قوية حتى على مستوى الامتحانات والمناقشات والمقابلات قوية جدا وفي منك راح يهتم بموضيع الهلاقة إما بشراء هاتف جديد أو كمبيوتر أو موضوع إلو علاقة بسيارة أما بالنسبة للمريخ فمزال في بيت العاشر فيضغط بشكل كبير على مسائل إلها علاقة بالسمعة ممكن تظهر بعض النقاشات أو الحوارات شوي في مكان عملك أو خلاف ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أو يتوجه لك انتقاد تحتد من وراء حاول قدر الإمكان تضبط عصابك ما في داعي للتهور ولا لأي شيء له علاقة بالعصب أما بالنسبة لنبتن فاليوم بدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد بالعكس الفرصة اليوم بتكون ممتازة للامتحانات والمناقشات والحوارات وبرضو بتساعدك في أمور إلها علاقة بالسفر أو بتواصل أو حل مشكلة إلها علاقة بأشخاص إما أجانب أو خارج البلاد وممكن يجيك اتصال يعني يكون فيه معلومات أو يجيك خبر أو يجيك شيء من خارج البلاد أما بالنسبة لأورانوس أورانوس بحدث مفاجآت اليوم على مستوى احتفالات أو مناسبات أو لقاءات أو حوارات الأجواء جيدة ودعمة بقوة وبتعزز نقاط قوة بالنسبة لألك على مستوى العلاقات الاجتماعية بشكل كبير ممكن شوي يعني تظهر مسألة هيك تسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو تزعل أو تذايق من تصرف أحد المعارف برج الأسد طبعاً بيبدأ العمل بتراكم عندكم من لأنه مكان وجود القمر البيت السادس فهو ضاغط بشكل كبير فبركز على العمل ورغم أنه أنتوا قادرين على إنجاز قسم كبير من أعمالكم ما تهملوا صحتكم هاي فترة عمل جيدة أهمش أنك تكون أكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء ممكن يكون عندك نوع من أنواع العمل لجديد أو لبعضكم أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعاً احنا بنحكي عن الشمس موجود فيه فهي بتعزز لآخر يوم طاقات معينة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات النقاشات برضو على مستوى الامتحانات ما تبالغ وما تجازف بامتحاناتك يعني بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وبرضو حاول تنتبه أثناء القيادة قدرتك على النقاش قوية ولكن بدك شوي تركز يعني بمعنى آخر يعني راقب كلامك عشان ما تطلع منك كلمات ممكن تكون مش في مكانها ممكن يكون لك اليوم تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للعطارد فهو بيجيب أحداث منزلية بيجيب أمور إلها لا قابل بيت صحيح أنه مش بالقوة ولكن على الأغلب يعني في نوع من العصبية أو بالحوار ردات فعل تنفهم خطأ أخطاء أو أعطال في بعض الأجهزة أو ببعض الأثاث المنزلي يعني ممكن هاي شوي تسبب لك نوع من أنواع الإرباك الزهرة اليوم بتفتح مجالات قوية جدا على الأمور المالية ممكن اليوم تحصل مكسب مالي بيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ممكن تفتح لك مجالات قوة يعني مش متوقعة يعني بمعنى آخر ممكن تكون يعني إلها علاقة إما بعمل أو إلها علاقة من عمل أو دعم عمل ولكن إذا كتقلل من مصريفك قدر الإمكان العن والمصريف شوي إذا كفرت الأيام معي أما بالنسبة للمريخ فطبعا المريخ في البيت التاسع بيعزز نقاط قوى للاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وفي لحظات عندك قلق على بعض الأشخاص إما أنهم مقيمين خارج البلاد أو أجانب ممكن تستاء من تصرف بعضهم ولكن بالأغلب الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية رغم تراجع المريخ في بعض الأحداث أو بعض الأخبار اللي ممكن أنها تستفزك أو يعني ملاحظة اللي عندهم قضايا قضائية بدهم يكونوا حذرين وما يهملوها أما بالنسبة لنبتن نبتن طبعا بيركز على أمور الأموال المشتركة وأمور الدعم أو القروض أو الأمور البنكية أو المراهنات أو المجازفات المالية أو أموال الغير أو أموال الزوج أو الزوجة يعني هذا هو البيت الثامن كامل فهو بيركز على هاي النقطة خلال هذا اليوم ممكن اليوم تحصل على أي شيء من اللي إحنا ذكرناه العلاقة بالوضع المالي أو تستغله لكل مصلحتك أما بالنسبة لأورانوس فهو بعزز من علاقاتك مع المجتمع أو الطبقة المخملية أو الناس المشهورة أو أشخاص اللي هم علاقة بالمكانة أو المنصب ممكن شوي تهتم ببعض النقاط اللي إلها علاقة مثلا بعمل جديد أو تواصل مع مؤسسة أو شركة كبيرة أو أشخاص بيشتغلوا في هذا المكان عشان هيك بنقول لك يعني حاول أنك أنت تهتم بعملك وتهتم بسمعتك وتهتم بمكانتك وبمنصبك لأنه ممكن اليوم تحصل على شيء يعني صعب كان أنك تحصله بالفترة الماضية برج العذراء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم مناسب لنشاط فني هذه الفترة تحمل أجواء سحرية ومفاجئة وسعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن تندم على تصرفاتك الأخيرة أو تحاول ترتيب الأمور فترة بناءة أو إيجابية برضو حاول أنك تستفيد من هاي الفترة العاطفية إلى صالحك أو لتعزيز علاقة عاطفية أو لتقرب مع الحبيب أو أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الشمس ما زالت موجود فيه وهي اليوم يعني بتحمل بعض الفرص اللي إلها علاقة بالوضع المالي أو حلول لبعض المشاكل المالية أو ممكن تجد بعض الفرص لتدعيم وضع مالي ولكن الأهم أنك أنت تهتم يعني بأمور المصاريف شوي حاول تقلل من مصاريفك لأنه قعد المصاريف بتفتح بطريقة يعني غصبت عنك بدك تصرف فلوس أو بتجيك مصاريف من تحت الأرض حاول تهتم فيها ما في داعي للمصاريف لزيادة أما بالنسبة للعطارد فعطارد بركز على البيت الثالث وهو كوكبك فعشان هيك بدك تكون حذر تركيز تشتو الذهني أثناء القيادة بدك تنتبه برضو إذا كان عندك امتحان بدك تدرس وتستعد بشكل جيد أثناء حركتك انتبه من تعثر أو كدمات أو إصابات أو جروح أثناء قيادتك للسيارة برضو بدك تركز بشكل جيد الفترة هي بتحمل برضو يعني نوع من أنواع الأعطال اللي إلها علاقة بالإلكترونيات أو إلها علاقة بالسيارات أما بالنسبة للزهرة فاليوم رح تدعمك بشكل قوي جدا على المستوى الشخصي والنفسي وحتى على مستوى المظهر رح تشوف حيويتك عالي وقوي جدا خلال هذا النهار رح تحس أنه مرغوب من الجميع ومحبوب من الجميع حتى عندك طاقة إيجابية عالية جدا أنه اليوم أنت تبادر بأي خطوة وتحل أي أمر يعني كان صعب أنك تحله بالفترة الماضية طبعا المريخ هو الوحيد بس اللي بيعركس على بيت واحد اللي هو بيت الأموال المشتركة البيت اللي إله علاقة بالقروض وأموال الغير أو أموال الشريك أو أموال الزوج أو الزوجة أو الأموال المؤتمن عليها دير بالك من المجازفات والمغامرات المالية بالفترة هاي حاول أنك تضبط ميزانيتك إذا كان في عندك أي قضية مالية اهتم فيها وما تهملها أما بالنسبة لنبتون نبتون بعزز العلاقة ما بينك وبين الشريك بشكل قوي خلال هذا اليوم وممكن اليوم تبادروا بشيء مشترك ما بينك وبين الزوج وممكن تحمل لك مصالحة أو تقارب أو حلول وسط أو معالجة مشكلة أو خلاف قديم أما بالنسبة لأورانوس فهو بيعزز نقاط الاتصال والقوة ما بينك وبين أشخاص خارج البلاد أو على مستوى الامتحانات والدراسة أو على مستوى الجامعة مثلا علاقة عاطفية من خلال الجامعة مثلا أو مع زميل زميلة ممكن تواصل من خلال معهد أو تعلم لغة أو فرصة إلها علاقة بالدراسة يعني بتعطي أكثر من مجال على أساس أنك أنت تستغلها خلال هذا اليوم أهم شيء ما في داعي للإنفعال ما في داعي للعصبية ممكن بعض موليد برج العدراي يتلقى اتصال شوي مزعج إلو علاقة إما بأجانب أو بأشخاص مقيمين خارج البلاد برج الميزان طبعا اليوم بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم بتبدوا اليوم شوي مضطرب أو مرهف الحس بعض الشيء بتشعر بالارتباك أو ممكن تغضب بسرعة تجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحباء اليوم عندك شوية أعمال وإنشغلات منزلية أو عائلية بمعنى آخر الوضع النفسي عندك اليوم أحسن يعني أنت مشحن بطاقة إيجابية عالية رغم أن تواجد القمر في البيت الرابع إلك شوي بضغطك ولكن برضو في عندك اليوم حيوية عالية أو حبلة تغيير خلال هذا اليوم أهم مش أنك تضبط أعصابك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثاني المصاريف والدفعات والالتزامات والقلق المالي ممكن يسيطر عليك بشكل كبير خلال هذا النهار وممكن تظهر بعض المصاريف اللي شوية تكون مربكة إلها علاقة إما بمصاريف علاجية أو إلها علاقة بمصاريف منزلية أما بالنسبة للزهرة بتعزز نقاط قوة إلها علاقة بالعمل أو بالتواصل حتى مع الأحبة خلال هذا اليوم ممكن شوي يكون في بعض الاهتمامات بمكان العمل شوي أو على بعض الأمور الصحية أما بالنسبة للمريقة وبيضغط على أمور الشراكة مش الضغط القوي ولكن إنه شوي بخلي في حساسية في بعض النقاط أو بعض النقاشات أو بعض الحوارات ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي إنك تخلي الخلافات البسيطة أو النقاشات البسيطة إنها تتطور وتصير كبيرة أما بالنسبة للنبتون نبتون بعزز نقاط إلها علاقة بالعمل ممكن تظهر بعض الخلافات أو النقاشات مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أو تستاء من تصرفهم وممكن عمل معين تواجد نوع من أنواع الصعوبة أثناء تأديته يعني بمعنى آخر بده تركيز أكثر الأمور المالية المشتركة من أورانوس ممكن يصير فيها بعض المفاجآت ممكن زيارة لبنك أو مصرف أو محاولة إيجاد حلول لبعض الالتزامات المالية أو حتى ديون بتحاول إنك أنت الجدولها أو أموال الزوج أو الزوجي برج العقرب اليوم بتكثر عندكم الاتصالات بشكل كبير والتنقلات اليوم مناسب عندكم برضو لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة اليوم تتمتع بسرعة بديهة وخاطر عالي جدا باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جيدة اليوم مشاعرك ممتازة جدا وممكن تبرر مواقفك بشكل واضح بتنشط بالتنقلات والاتصالات بشكل كبير يعني في أموارض وإهتمامات رح تكون إما بالسيارات أو بأمور العلاقة بأجهزة الاتصالات أهم شيء إنه اليوم برضو نفس الإشيء ما تسمح للتقلبات النفسية عندك إنها تأثر عليك أو تسيطر عليك عندك كثير من الحركة أو الرغبة بالإنجازات خلال هذا اليوم ولكن شوي تقلبات المزاج عندك واضحة تماما أو حتى تقلباتك بالأفكار والحوارات دير بالك يعني هاي ممكن تسوي سوء تفاهم عندك ولا تدخل بشؤون غيرك برضو ممكن تنشط بعلاقات اجتماعية ولقاءات اجتماعية وتكثر عندك الزيارات خلال هذا اليوم أو المناسبات أو اللقاءات أو حتى يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء صديق يعني تكون هاي مميزة عندك أو دعم مفاجئ من صديق يعني تكون انت بحاجته وتيجي بالوقت المناسب شوي الأمور العملية هي اللي بدها الانتباه على مكان العمل أو بمكان عملك بإنجاز أعمالك ممكن شوي الوضع الصحي تشعر ببعض التقلبات أو تتعرض لإصابة ممكن تكون جلدية يعني بمعنى آخر حاول أنك تهتم في حالك وفي أمنك وأمانك خلال هذا النهار أما بالنسبة للأمور العاطفية فهي قوية جدا وممكن أنك تعزز بعض نقاط العاطفي أو التواصل العاطفي ما بينك وبين الأحبة مثل الأبناء أو الوالدين أو حتى الحبيب نفسه ممكن ترفع عن نفسك أو تمارس هواية معينة أما بالنسبة للوضع الشراكي فهو قوي جدا على مستوى الشراكي فممكن اليوم تعزز نقاط قوة حتى ما بينك وبين الشريك ويصير تقارب جيد أو حتى بصلى مرتبة ممتاز ممكن يكون في بعض الخلافات البسيطة أو نقاش أو سوء تفاهم ولكن سرعان ما بتتجاوزه أو بتعلجه برج القوس تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة ممكن تحتاج لمساعدة من جهة ما أهميش إنك ما تتكبر الكواكب تعمل لصالحك خلال هذا النهار وبتسهل حياتك أهميش إنك ما تسمح لأحد بإنه يغشك كون حريص على أموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي ويحذر من بعض المحتالين أو النصابين أو من أشخاص ممكن إنها تستغلك بالنسبة إلى الوضع الإجتماعي عندك جيد خلال هذا النهار ممكن يتوجه لك دعوي أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو الحوارات أو النقاشات أو ممكن إنه يدعمك أحد الأصدقاء في مسأل ما أما بالنسبة للعطارد فبقولك دير بالك يعني هو بالمرصاد إلك للهفوات والمغامرات فما في داعي للمغامرات والمجازفات خلال هذا اليوم ركز أثناء أداء عملك ما ترهق حالك برضو راعي وضعك الشخصي والنفسي والصحي أما بالنسبة للزهرة فهي بتدعمك بشكل قوي على مستوى عمل جديد أو تعزيز نقاط قوة للعمل أو تقديم طلبات لعمل أو حتى إنه مساعدة تجيك من أحد زملائك أو رؤساءك في العمل يعني الأجواء جيدة وفي منكم ممكن يسمع كلام إطراء أو ثناء على بعض الإنجازات المريخ بقولك الأجواء جيدة على المستوى العاطفي ولكن سوء تفاهم ممكن يظهر بوقت معين خلال هذا النهار بدك تحذر من أي نقاش أو حوار وخصوصا منتصف النهار يعني ما في داعي للإستياء أو للحدية أو للنقمة على الحبيب بالفترة هاي لأن الأجواء شوي مش لصالحكم فممكن الفترة هاي يعني تتعرضوا إما لخلاف ويصير فجوة ما بينكم أو لا غضب شديد أما بالنسبة لوضع البيت فوضع البيت شوي مأرقك أو سوء تفاهم داخل البيت أو التزامات ومصاريف منزلية أو ضغوطات مالية ممكن بعض الأعطال أو الأخطاء المنزلية اللي شوي تستثير حفيظتك وتخليك تعصب في بعض الأوقات أما بالنسبة لوضع العمل فممكن اليوم يكون في بعض الأشياء الإيجابية اللي تدعمك على مستوى العمل ولكن احذر من سوء تفاهم أو إهمال عمل ما أو يعني خطأ هيك يكون عابر فيسبب خلاف ما بينك وبين أحد الزملاء برج الجدي بتبدأ اليوم فترة إيجابية أكثر من يوم أمس وهاي الفترة رح تعيدلكم نشاطكم المفقود بشكل أكبر بوسعكم السيطرة على زمام الأمور حاول أنك تجد كل إشي جديد وتجتهد فيه وتبحث عن أمر مميز أو أنك تبحث عن الأمور المميزة خلال هذا اليوم ممكن تعيش فترات واعدة من الأفراح أو النجاحات أو المناسبات تعتبر هاي الفترة من أسرع وأقوى فترات هذا الشهر حاول أنك تدخل التنويع إلى حياتك الشخصية هاي الفترة بتحمل لك نوع من أنواع الانفراج أو تسوية معينة الأجواء برضو بتدعمك على مستوى مكان العمل وعلاقاتك بالعمل وحتى ممكن اليوم تظهر بعض الأشياء اللي إلها علاقة بنقاشات وحوارات ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل ولكن احذر من الخلافات عطارد بنبهك من العلاقات الاجتماعية أو سوء تفاهم ممكن يظهر خلال هذا النهار أو حدية بالطبع صحيح أنه يعني ممكن من خلال مناسبة أو من خلال اللقاء أو اجتماع يطلع بعض الكلام اللي ما بناسبك فعشانك ممكن تحتد وتعصب الزهرة بتدعمك على مستوى أمور الهلاقة بالسفر والاتصالات والتنقلات والرحلات وحتى على مستوى الدراسي والتعلم لغة أو ثقافة جديدة أو الاطلاع على أشياء جديدة ممكن اليوم يعني يكون لك اتصال مميز مع أشخاص إما أجانب أو خارج البلاد اللي عندهم امتحانات جامعية اليوم بيبدعوه بشكل مميز أما المشكلة الأكبر اللي هي الأعباء والأعطال المنزلية أو الخلافات المنزلية أو أشياء لها علاقة في البيت ممكن تظهر أي شيء اليوم يعني يسبب لك نوع من أنواع الإرباك ولكن كله داخلي يعني مشاكل داخلية بينك وبين أفراد العائلة أو ما بينك وبين بعض الالتزامات والأعمال المنزلية اللي ممكن تكون مرهقة في بعض الأوقات رح تكثر عندك الاتصالات اليوم بشكل كبير واللقاءات والحوارات اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم رح يبدع بشكل مميز ورح يقدم بشكل جيد أهم يجب أنك تستثمر الفترة هاي إذا عندك مقابلة أو مناقشة أو ندوي أو حوار اليوم هذا مناسب بشكل قوي حتى على المستوى العاطفي وفي بعض الحضوض بتدعمك صحيح أنه بتحمل نوع من أنواع سوء التفاهم ما بينك وبين الحبيب في وقت معين من خلال هذا النهار وخصوصا من ساعات ما بعد الظهر ولكن إجمالا الأجواء فيها مفاجآت ممكن تكون إيجابية برج الدلو طبعا كمان اليوم القمر استقر تماما في برج الجدي وهذا بيت متعبك عشانك اليوم تشعروا بالتعب بنال منكم بتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاولوا انك تخلدوا للراحة هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاول انهاء الشهر بسلام ممكن تواجه بعض الضغوط والعراقيل أو امتحانات صعبة ممكن إنك تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر ما ما في داعي للتسرع خلال الفترة هاي يعني هي يوم وبنتقل للقمر وبصير عندك فبيدعمك بقوة وبعزز كل هاي يعني الأعطال اللي بتصير خلال اليومين هدول بتعززها وبتصير فترة نجاح أكثر لإلك طبعا الأهم النقاط اللي يوم رح تستثمرها هي عملية التعامل مع الأجانب أو اللقاءات مع أشخاص مهمة أو اتصالات بعيدة أو ممكن شحن أو بريد أو مراسلات يعني هاي بتدعمك بقوة بتكون لصالحك خلال هذا النهار ممكن تستغلها وتستثمرها بقوة ولكن الأهم موضوع سمعتك دير بالك من أي تصرف ممكن يشوه سمعتك أو يسبب لك نوع من أنواع الإحراج لأنه الأجواء شوي ضاغطة فممكن ترتكب أي تصرف يعني ينكشف للعلم لا تأمن سرك لحد وفي نفس اللحظة حافظ على سمعتك وخصوصا في مكان عملك ما في داعي للخلافات أو النقاشات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل الزهرة بتدعمك على مستوى المالي فممكن شوي تفتح لك مجالات لممول أو لمستثمر أو لشراكة معينة أو دعم من مال الشريك أو الزوج أو الزوجة في بعض النقاط القوة ممكن أنك اليوم تستغلها في عملية جدولة بعض الالتزامات أو بعض الأمور المالية اللي ممكن تكون مطالبات مالية بتحاول أنك تحلها أو أمور إلها علاقة بالبنك أما بالنسبة لأمور الاتصالات والحوارات فعندك اليوم نشاط عالي جدا حاول أنك تهتم بنشاطاتك بدون تسرع وبدون عصبية وبدون انفعال ممكن اليوم صحتك أو صحة أحد الأحبة تكون بحاجة للرعاية أو يعني صحة قريبة لإلك شوي تكون هيك يعني بحاجة للاهتمام الوضع المالي تقريبا اليوم بيحمل بعض الفرص المالية مش القوية ولكن أنه إجمالا ممكن تحصل بعض المكاسب من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بدك تقلل من المصاريف لأنه اليوم ممكن تفتح بعض المصاريف إما العائلية أو المنزلية أو اللي بتتعلق بأحد أفراد العائلة أو استشفائية برج الحوت اليوم بيتركز كله على النشاط الاجتماعي حاول قدر الإمكان أنك تستغل اليومين هدول بكل طاقتك يبل ما ينتقل القمر وصير بالدلو لأنه في هاي الفترة اللي هي بعد يومين بصير فترة ضغط عليك تيجيك لمدة يومين وربع فعشان هيك يستغل الفترة الإيجابية هاي لإنجاز كل الأعمال الضرورية والمهمة اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتميل للتواصل مع الآخرين ممكن تنجح في حش التأييد أو دعم لقضيتك هي بتتحمس للقاء الناس وللتعارف ممكن تسافر أو تنضم لجمعية أو تهتم لشؤون الأقارب أو أقارب الشريك تحديدا ممكن يصير جمعة أو لقاء أو حوار ممكن أنت تستضيف ناس أو ناس هي اللي تستضيفك ولكن أنا شايف في لقاء كبير أحواليك رح يكون موجود طبعا أهم النقاط اللي مننبه منها هي أموال الزوج وأمور إلها علاقة بأموال الشراكة وأمور إلها علاقة بالديون والقروض حاول أنك ترتبها بشكل جيد لأنه شوي ما في داعي للمغامرات والمجازفات بالفترة أما بالنسبة لأمور الاتصالات البعيدة شوي ممكن تستاء من بعض الاتصالات أو من بعض الأشخاص البعيدين عنك أو في بدولة ثانية أو في بلد ثانية أو في مدينة ثانية تتلقى اتصال يزعجك أو يوترك أو تقلق على أحدهم الفترة هاي بحاجة لضبط الأعصاب إذا كان عندك سفر أو تنقلات بدك تنتبه ممكن تتعركس بعض الأمور اللي إلها علاقة بالسفر أو إلها علاقة بالتنقلات أو حتى بالبريد اللي عنده امتحان جامعي بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضود أما بالنسبة للزهرة فهي قوتها الهائلة خلال هذا النهار بتعزيز العلاقة ما بينك وبين الشركاء إن كان شريك مال أو شريك عاطفي فممكن توطد علاقة الشراكة ما بينك بشكل قوي جدا وممكن تحمل لك مصالحة ممكن تقدم على شيء له علاقة بالشراكة وممكن تعزز نقاط قوة ما بينك وبين الزوج أما بالنسبة للمريخ فهو بضغط على الوضع المالي ما زالت الأمور المالية مربكة والمصاريف أكثر وممكن في بعض الضغط المالي أو الحاجلة لبعض الأمور المالية في منك ممكن يحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن في قلق على وضع مالي معين أو مصاريف أكثر من الداخل عليك أما بالنسبة للشخصية فاليوم شخصيتك قوية ونفسيتك أحسن ومشحون بطاقة إيجابية عالية جدا وحتى عندك رغبة لتحقيق كثير من الأشياء خلال هذا اليوم ومرغوب من الجنس الآخر بشكل كبير أما بالنسبة لأورانوس أورانوس بعزز نقاط الاتصالات عندك عندك طاقة هائلة جدا اليوم للاتصالات والتواصل والحوارات والنقاشات وحتى للتواصل حتى ممكن تنقلات تصير ما بين المدن ممكن تحمل لك هاي اللقاء أو اتصال مع أخ أو جار أو تعاون ما بينك وبينهم وممكن اليوم يعني تنجز إنجازات على مستوى امتحان أو مقابلة الأجواء برضو إيجابية فيها أشياء ممكن أنك تستغلها وتكون لصالحك بشكل قوي طبعا أنا هيك خلاصت توقعاتي ما تنسى إنك تحط لايك أو ديسلايك عندك أي شيء إيجابي حاب تكتب لي ياه أو نصيحة أو ملاحظة الدندل 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 تحت هيك على التعليقات وكتب لي إيش اللي بدك إياه أنا راح أقرأه ورح أهدم فيه طبعا الدندل يعني أنزل على التعليقات وكتب أي بلغتنا إحنا بنحكيها عندك إشي مش عجبك فيه ومش مهتم أنت لهالمحتوى هذي عادي بتحط ديسلايك إلغي إشتراكك أو أعمل لي حضر يا سيدي والله يساهل عليك ما تتابعنيش بكوني الزعلان حاب تسب علي برضو نفس الإشي الدندل تحت وسب علي زي ما بدك والله يساهل عليك وفي النهاية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر